الحمد لله الحمد لله الحمد لله والسلام والسلام على سيد الأولين والأخيرين وعلى آله وعلى صحبه أجمعين نيجي في نت تفاس تبسو عجمان تبسو تد تبسو عمالتجهان تحرار بوغز تبسو ليساً تبسو تدبع 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 تدخل تدرك تدخل تدخل ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ولو كما توليدهم من قبل يعذبهم عذاب كريبا ليس على لعبا حرمه ولا على لعرب حرمه ولا على المريض حرمه ومن يضع الله ورسوله يدخله جنات تجريبا تحتها منهار ومن يتولى العذبه عذاب كريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشكرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشكرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتها قليبا ومظالم كثيرة يأخلونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخلونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وحفرا لم تقدروا علينا قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولهم لتباعهم لا يجبون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد غلت من قبل ولن تهد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكة من بعد أن أغفرهم عليهم وكان الله بما تعبنون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معه فنيئا ومعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلمون ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطرون فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ليما كفروا في قلبهم العلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنات وكانوا أحق بها ونهلها وكان الله من كل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الربيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام والحق لإنشاء الله آمين آمين وحلقين روسكم والقصرين لا تخافوا فعلم مالا تعلم فاجعل من دون ذلك فتها قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليضعفا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليضعفا على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أجدار على الكفار وحباه بينهم ترى أمرك عن سجدا يبتغون فضلا من الله وإقوانا سيماهم في روحهم بنتر السمور ذلك مثلهم في الدولة ومثلهم في منجين كسرع يخرج شطأه فأسره فاستقلض فاستوى على سوقه يُعجب الزرار ليضع به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة ونجرا عظيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الله وسلم وبرك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد محمد نشر في المخلوقين وعاله وصحبه وسلم تسليما أولا يا رمامنا ذلك أنا في الزناد عن الأعاب أمير غيرت رضي الله عنه قال قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخضر يوم الجمعة فقل غروف وفي حديثنا آخر ومن لغا بلا دمعتنا أنصتهم رحمكم الله أنصتهم رحمكم الله أنصتهم يغفر لي ولك الله أنصتهم رحمكم الله أنصتهم رحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 رحمكم الله اشهد نومة رسول الله. حيا على الصلاة. حيا على الصلاة. حيا على تلاح. حيا على تلاح. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. نشهد أن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الفطر كله بيده. والأمر كله إليه. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أكمل الله فيه الدين وأتمناه على يديه. وأحسن خلقه وخلقه وجعل الإحسان فيما أمزل عليه. صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومفتلهين. أكمل صلاة وأحسن تسلين. أما بعد عباد الله. فقد أضلنا شعور أبيه الأول من أبنيه الأنور. وفيه ذكرى مولد خير الأمان. الفاتح الطيب الضاهر. ورحمة الله للعالمين. عليه أفضل الصلاة ما في التسلين. وهي ذكرى عزيزة على النفوس. تبتهج بحلوبها قلوب المؤمنين الصالحين الخاشعين. وتلهد أسنتهم بذكرها. وتقرب أسماعهم بذكر صاحبها. وصفاته. وشمائله. وسيرته. وأخلاقه. وآياته. ومدائه كلها. عباد الله. وإنما ألقوا هنا ما يمتلى تعهدا. في حق هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم. من القرآن الكريم والذكر الحكيم. مع ما يفتح الله بهم بيانه. وإنما ألقوا مع تواني هذه الجمح الزهرارات في هذا الشيء الكريم. ما يذكرني أشكر. من منة الله العظيم. ببئثته صلى الله عليه وسلم فينا. وإنما أجنبه ما يعلم ليعمل به. من حقوقه واجبته على أمته. حتى لنال القرب من حضرته. والفضل من شفاعته. والرحمة من رحمته. صلى الله عليه وسلم. وشرفه وحرم. ومجد وكرم. عباد الله. تنقضي الأعمار. ويحين رحيل أهلها. ويرقى بعد القضائها. من محازنه صلى الله عليه وسلم. ما لم يذكره ذاك. فما لم يتفطن له شاهد. عباد الله. إن التالي لكتاب الله تعالى. يجد فيه نصا. أن الله لا يحب الفرهين. قال تعالى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوه بالعصبته للقوات. إذ قال له قوم هو. لا تفرح. إن الله لا يحب الفرهين. ويبين لنا عز وجل في كتابه. أي فرح لا يحبه. في مواضع منها. الفرح من متاء الدنيا. لأنه متاء ذائم. فيقول عز بن قائم. الله يبسط الرزق من يشاء ويقدم. وفافحه من حياة الدنيا. وما الحياة الدنيا. في مفاتحه. إلا متاء. ويبين لنا مولانا وخارقنا. أن الفرح الحقيقي. هو الفرح الدائم. ومنه فرح الشهداء. في سبيل الله من نعيم المقيم. قال الله عز وجل. وَلَا تِحْسِبَنَا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ أَمْ وَأْتَعَى. فَلَحْيَاءِ عِنْدَ رُبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَالِحِينَ فَالِحِينَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ طُرِّهِينَ. وَيَسْتَبَشِرُونَ هِلَّذِينَ بَلْيَلْحَقُوا بِهِمْ وِنْخَبِهِمْ أَلَّا نَخْبُفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ أَعْذَمُونَ. وَمِنْهُ الْفَرَحُ بِالْحُسْنَةِ الدَّانِيَةِ. وَهِي الْمَصْرُ مِنْدِ اللَّهِ. قَالَ عَزْرَجَلُ. وَيَغْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. يَمْصُرُ يَشَاءُ. وَهُوْ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَمِنْهُ الْفَرَحُ بِرَسِيلَةِ ذَلِكَ وَدَلِيلِهِ. أَلَا وَهُوْ الْفَرَحُ بِكِتَابِ اللَّهِ مُنْزَلُ. بِفَطْوِهِ مِنَ اللَّهِ وِنْهِمَهِ. قَالَ تعَالَا. وَالَّذِينَ آتِنَاهُ بِكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلِيكَ. وَمِنَ الْحِزَابِ مِنْكِرُهُ. قُلْ إِنَّمَا كُنْتُ أَنَاهُ بِاللَّهِ. وَلَا أُشِكَرِهِ إِلَيْهِ أَلْعُومُ وَإِلَيْهِ مَعَدٍ. وَأَمَّا فَرَحُ هَكَدَا أَمْرًا لَازِمًا فَمْ يَأْتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا فِي آيَةٍ وَائِلَةٍ مُفْرَدَةٍ لا تاني لها. وَهِيَّ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ فَلَاؤُهُ. يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مُبْعِضَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَىً وَرَحْمَةٌ لِلْهُمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِعْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ وعلى قائدة تفسير القرآن بالقرآن جاء تفسير توقع القرآن لهذه الآية سيدنا عبد الله بن عباس فَبِيَطْلُّهُ عَنْهُمَا كَمَا فِي الدُّورِي مَنْتُورِي بِنْ جُوْزِي فِيزَادِ الْمَسِيِّ وَرَيْهِمَا عن النعباس قال فضل الله العلم قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرْحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قال الله العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وَلَا أَعْتُنَّكَ إِلَّا أَعْتَنَكَ إِلَّا أَعْتَنَكَ وعلى تفسيرني عباس رضي الله أنهما وعلى جعلنا الآيات البينات فإن الله تعالى بيّن لنا أن الفرح المستحق في هذه الدنيا هو الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفرح المستحق في هذه الدنيا أن الفرح الواجب في هذه الدنيا هو الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم فالاحتفال بكل شيء يخصه صلى الله عليه وسلم هو أمر مأمور به من الله تعالى من فوق عرشه من فوق اسبع سباباته جعل الله ما فرحنا به صلى الله عليه وسلم فرحا دائما مستمرا في الدنيا والآخرة والظاهر والباطن والحال والمآل جعل الله ما فرحنا به فرحا دائما مستمرا في الدنيا والآخرة والظاهر والباطن والحال والمآل وصلى الله وسلم على نبينا كل ماذا قم المزاكرون وغاق على هذك الغافلون من الأفضل إلى الأبد صلاة وسلاما من قضاء أدوانها ومحكاتها كما هو في علم الله وصلاة الله وعليه وعليه وعلى آله وسلمت سليما وحكم الله صلاة السلام وعلى خاتم البيئة والمسجدين وعلى آل وصحابه المجدين عباد الله عباد الله أتانا سلم الصالح من شيوخ الإن وإمة الدين أن يجعلوا ذكال وليالي هذا الشهر شهر الربيع الأول النبوي من مبتدئه إلى منتعى مناسبات الإحياء لكريات السيرة النبوية العاطرة ومآثرة فاخرة لأنه قدرت في الصحيح أن مولد رسول الله عليه وسلم كان في شهر الربيع الأول وأن بحثته كانت في شهر الربيع الأول وأن إسراءه ومحراجه كان في شهر الربيع الأول وأن هجرته كانت في شهر الربيع الأول وأن وفاته والتحاقه من رفق على كل ذلك كان في شهر الربيع الأول حتى إن علماءنا وإمتنا يكتبون في مراسلاتهم وتواريخهم سنحاد الشهر لا يقولون ربيع أول ولكن يقولون ربيع من نويل أنوع عباد الله وأما الاحتفال لمولدي صلى الله عليه وسلم خصوصا تقدروا الإيمان المسلم في صحيحه عن أبي قتالة الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم إثنين سئل عن صوم يوم إثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ذلك يوم ولدت فيه وكفى بذلك شايدا ودليل عبا حتى كأنه صلى الله عليه وسلم قد شرع الاحتفال لمولده صلى الله عليه وسلم في كل جمعة المرأة كما ثبت أنه قد عقق عن نفسه بعد بعتاته كما لحق عن المولده عباد الله إن الاحتفال الواجب من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وبعتذه لا ينفك عن اتلاعه به الشريف وسنته والتخلق والعمل مما جاء به وقد اعتاد السلف الصالح أن يكون أهم اعتنائهم في ذكر المولد الشريف هو ذكر جملة من سيرته العاطمة وتذاكر طرف من صفاته وأخلاقه الطاهرة ومطالعة شيء من معجزاته وآياته الباهرة وذلك مع الإكلام من ذكر الله تعالى والصلاة التسليم على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كله مما حجبه الله تعالى لواجهات الإيمان به ومن حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم على قمته ويستحب مع ذلك القيام بكل ما يجلب السرور للأهل والأصحاب والكبار والصغار وكل ما يجلب إلى القلوب محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفصل أبداً عن الإيمان به لا تنفصل محبته صلى الله عليه وسلم أبداً عن الإيمان به وتسكية محبته تسكية للإيمان وانبصر في محجته من صنف الإيمان فقد قال وهو الصادق وصدوق في الحديث انتفق عليه والذي نفسه بيده ذالوا من أحدكم حتى أكون أحباً من والده وبلده جعل له إياكم لمن اتقى اهتدى ورحم الله من استمع فانتفح واتبع وصلى الله وسلم على الشفيف المشفى صاحب القديم ورحمة وعلى من اهتدى بها بيه واستنى بسنته وسنة خلفاء العاشرين المهتدين من بعده ساداتنا أبي مكرم وعمر واسمان وعهدي صام فرمانهم مرضيهم وعن جميع آل بيتنا ليك الطيب والطاهرين بسائر صحابتهم هذه المهتدين وتابعهم بإحسانه إلى يوم الدين الله من تعنا ياهولانا برحمته شكراً في زمرته فلا تخاجبنا عن نجم قوين وسبيبهم اللهم روصر ألينا زمين من سيد مكرم الثالث نصراً عزيزاً تعز به الدين اللهم افتح له فتحاً مبيناً يحب خيره هذه بلاد وبلاد المسلمين أحضوا اللهم في نسيه وملاده وحاله ومآله اللهم أقرع عنه والأهل مولاي الحسن وصوله الأولى الرجيل يا الله يا مالك يا وهب يا الله يا مالك يا وهب يا الله يا مالك يا وهب همنا من برماك ما علمت لنا فيه لضعك همنا من برماك ما علمت لنا فيه لضعك وقصناك لسوة تقنابها من الختل في جميع عطاياك وقدسنا عن كل قصر يوجه من صب المستمتر تقيم في إذنك وقدسواك يا الله يا عظيم يا عليم يا كبير يا الله يا عظيم يا عليم يا كبير أسألك الفقرة مما سواك وقناتك حتى لا نشهد إلا إياك وضع بنا في الدنيا والآخرة مطرد حرمتها ويصوري من مالاك أكسنا جلالي بل عصمة في الأنفاذ واللحظات اجعلني عادة لك في زيلك حالات وعلينا ندنك إلا نصير بك يا ربنا في رغم أنت الحديد وربنا جديد وحاولنا تريد تألم فرحنا بماذا ولماذا وألا ماذا وتألم ويزننا كذلك وقد أوجبت كون ما أعدته فينا ومنا لا أسألك يا علينا لا تفهم ما تريد ولكن أسألك التالي وإن من عندك في ما تريد كما هي التنبياءك ورسلك خاصة الصديق وحاولنا بخلقك ألمك على كل شيء قريب وصلي الله ونسلمك على سلنا مكمل الحبيب المحبوب الذي أمعت به القلوب وكشفت به القرور وعلى آله وصحبه ومهبه ومتبهه وإزوه وعاكمنا على سبيلهم حتى نلقاك وعاكمنا على سبيلهم حتى نلقاك وعاكمنا على سبيلهم حتى نلقاك ونلقاك وعاكمنا على سبيلهم حتى نلقاك وعاكمنا على سبيلهم حتى نلقاك الله الله أكبر الله أكبر يا رب العالم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستحين إن الصراط المستقيم صراط الذين أمت عليه وغير المغضوب أرهب والدين آمين والطحان والليل إذا سجى ما ودهك ربك وعقرا والآخرة خير لك ولسوف ويؤطيك ربك فترمى أن يجدك يتيما فهايوا ووجدك ضل فهدا ووجدك عائلة فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما من إعبات ربك فحدث اللهم تعني أحسن 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 أخذك أحسن 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 اشتركوا في القناة الله مرحبا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة